السلام عليكم أهلا بكم في حلقة جديدة حديث القاهرة بالتأكيد احنا في لحظات وفي أيام حارجة دقيقة صعبة بتكلم تحديدا على مستوى حدود سيناء نتكلم على مشهد قريب من دايما نسمع لك الهدوء الذي يسبق العاصفة حقيقة الأمر أن احنا في عاصفة قد تسبق عاصف أكبر أو هدوء أكثر لأنه احنا أصاد مشهد دقيق ومشهد على الحافة احنا نقف على الحافة المنطقة كلها تقف على الحافة لا يغر أنك يعني الهدوء في بقية العواصم العربية إنما احنا عندنا عواصم عربية كلها مشتعلة سواء بنتكلم على سودان بنتكلم على ليبيا بنتكلم على اليمن بنتكلم حتى على العراق سوريا بالتأكيد بنتكلم حتى بشكل نوع بآخر على لبنان وما يحدث فيها وبتكلم على حدودنا مع فلسطين المحتلة احنا في لحظة بقيقة وعاصيبة وعصبي من يوم 7 أكتوبر 2023 والدولة المصرية بتقدم أعظم يعني وتقدم على أنبل وتقوم بأهم خطوات وإجراءات في تاريخها السياسي الحديث دفاعا عن القضاء الفلسطينية وعن الشعب الفلسطيني أنا يعني أكدت من اليوم الأول وها أنا وقد مرت كل هذه الشهور والأسابيع أقطع يقينا بأن الدولة المصرية لم تخطئ خطأا واحدا ولم تتردد لحظة واحدة على كل موقف نبيل محترم حقيقي شريف إيجابي فاعل مؤثر مهم تسند فيه وتساند شعب الفلسطيني وتحاول حقن دماؤه ووقف النزيف ووقف العدوان الإسرائيلي على بز هذا أمر أظن أنه يعني شهادة لله وأمام الله وأمام الجميع أصر عليها وأصمم عليها وأؤكد وأقطع بها في كل الدلائل والقرارات كل الإجراءات كل المواقف رغم تخرص المتخرصين ورغم أصوات الكريهين واللي مش قادرين يفصلوا بين الخلاف السياسي والموقف الوطني في اللحظة ده ولا حتى بالموضوعية يعني حالة من غمامات الكراهية وربما كلها أسبابها حتى المنطقية إلى أنها تخلط خلط مزهل ما بين الحق والباطل يعني أنت عندك مشاعر كارهة ورافضة وحانقة وغاضبة فمش قادر حتى تشوف الحقيقة يعني يفقد ويفتقد البعض أو الكثير الموضوعية للاكيزن الفرق ما بين موقف دولة تقف معها وتساندها وتؤيدها وتدعمها في هذه المواقف المهمة والنبيلة والمحترمة والوطنية والشجاعة والعروبية والإنسانية وبين أنك تختلف معها كليتا أو تعارضها جزريا أو ترفضها جملة وتفصيلا في عالم السياسة والاقتصاد بسر ده فرق كبير جدا وهائل بقول ده علشان اليمين الإسرائيلي من يوم 7 أكتوبر ما حماسه الإخوان من يوم 7 أكتوبر هدفهم رغبطهم خطتهم رقم واحد طوريط مصر رقم واحد في خطة إسرائيل اليمين الإسرائيلي نتنيا وصومتر تشباو بن خفير وكل يعني مجموعة الإجرام المشتركة دي وحماس ومن وراءها المشروع الإيراني والدعم الإيراني وطيار الإسلام السياسي خطة الاتنين إذا لم يكن الهدف رقم واحد فهو رقم اتنين مثلا لكن مستحلي برقم ثلاث طوريط مصر إما بنزوح قطاع واسع من الشعب الفلسطيني مئات ألاف والعشرات ألاف إلى سيناء وبطبيعة الحال في صورة الخطة الإسرائيلية أن يتم التوطين والدفع إلى أن مصر توافق على هذا المشروع اللي فيه تصفية للقضايا الفلسطينية من الناحية التانية حماس نفسها في النزوح علشان تورت مصر وعلشان تمد الأزمة إلى الأراضي المصرية وعشان تحقق مشروع الإسلام السياسي في إنهاء أي قضايا فيها تسوية أي مشاريع فيها سلام أي تسوية في المنطقة وطوريط مصر سياسيا واقتصاديا وداخليا فده هدف لدى الطرفين اللي هم بيضربوا بعض لكن هدفهم مشترك في طوريط مصر إما بالنزوح عن طريق تهيير قصري تعمله إسرائيل ومصر تقبل بالتوطين أو عن طريق النزوح الهروب والفرار مما عدوان إسرائيلي فتجاوز معبر رفح والبقاء بقى مئات الفلسطينيين مئات الألاف من الفلسطينيين في سينة ما تسوس فيهم بقى ولا ربعهم ولا نصهم ولا عشرة في المية ولا خمسة في المية منهم حمسوية هربانين من إسرائيل بيبنوا بعادة بناء بقى القواتهم في سينة زي ما قال أسامة حمدانة لكده مسؤول حركة حماس في لبنان أنه يعني نقدر نتقوم من قلب سينة ويعني بشكل أو بآخر غراق مصر في المشكلة الفلسطينية من خلال التواجد على الأرض المصرية ده مشروع الإسلام السياسي ومشروع اليمين الإسرائيلي الصهيوني الديني ده التوريط عن طريق النزوح والتهجير أو التوريط عن الحرب بطريق الحرب أن مصر تتورد في الحرب أي حرب هي ورطة لكن في المحصلة أن احنا ندفعها دفعاً بقابر الواقع أو بالخطر أو بالظروف طبعاً عند الإخوان وعند حماس بالابتزاز كمان والمزايدة من اليوم الأول مزايدات أصله وما فتحوش المعبر كلام هراء وطرهات مزايدات رخيصة واتهمات أرخص يعني فيها الواقع تماماً وكلية والمساعدات والمفاوضات اللي عملتها مصر من اللحظة الأولى حتى الآن أنا أقول اليوم حتى اليوم الموقف المصري هو اللي أنقذ غزة من الموت جوعاً هي جعانة على فكر الشعب الفلسطيني يعاني من الجوع في غزة لكن اللي أنقذه من الموت جوعاً هي مصر وده ليس منن على الشعب الفلسطيني فهو حق لنعه في عيوننا وواجب إنساني وعروبي وديني وكل شيء ده مش مزايدة على حد ولا منع على شعب بالعكس ده حق هذا الشعب لكن مصر لم تتوانى إطلاقاً وكليةً رغم كل الاتهامات الرخيصة والمزايدات الأرخص ورغم كل العفونة اللي ينطق بها ويتحدث بها ويتكلم بها ويمارسها طيار الإسلام السياسي إخوان مسلمين ولا حمسوية أو حتى شخصيات وجماعات ومجموعات مصرية كارهة للنظام فتحول هذه الكراهية إلى حالة من بث وتنفيذ بالكراهية والعدوان والعنف في الاتهام المتوالي والمتتالي على الدولة المصرية بأنها خانت أنها باعت أنها حايدت أنها كل هذه الاتهامات اللي بقولك أنه الواقع يثبت عكسها تماماً وينفيها كلياتاً لكن جنون الكراهية يصل بالبعض إلى إنكر الحقيقة التي لا يمكن بأي حل من الأحوال الطعن فيها ما بلك بقى بنفيها مرة أخرى أقول هذا الكلام لنحن على الحافة فتصور أنه مصر أي نوع من الاشتباك أي درجة من درجات الحرب والاشتباك اشتباك والحرب حرب يعني قرار الحرب لو اتخذ فهو قرار من رئيس مصر وجيش مصر قرار مصري لا بيتفرضوا ابتزازات جهة ولا ضغوط حد ولا سعي للرد على مزايدات ولا من أجل إثبات يعني صلابة في الموقف المصري وقوته أي موقف عسكري هتاخده مصر إن اتخذته هيبقى للدفاع عن السيادة الوطنية المصرية هيبقى دفاع عن الحدود المصرية إحنا مش هنحارب عشان خاطر حماس وأحلامها ومشروعاتها وخططها ولا هندخل أي قرار حرب عشان مزايدات الكارهين والناقمين والغاضبين على النظام أي موقف تتاخذ القيادة المصرية هو موقف بناء على مصلحة السيادة الوطنية المصرية ودفاعا عن أرضها وحدودها وولد ليه وولد مرة أخرى أنا لست عسكريا ولا يجب أن أتحدث لا يجب أن أتحدث بما لا أعلمه فأنا لا علم لي بالخطط العسكرية ولا بقدرات تحركات الجيوش ولا مواقع الإنزال ولا ظروف المواجهات ولا يعني هذا الأمر ليس اختصاصي ولا يصح أن يتورط المرء في نقاشات عسكرية ليس أهلاً لها وغير جدير بالنقاش فيه رغم ما نراه من أنه حتى الخبراء اللي يقولون عبسوكوا براء أسكريين بيظهروا فيه القنوات ونراهم في النشرات والتحليلات كل يعني فيه ظني بمتابعتي كراجل صحفي يعني كل محلل عسكري بيروح يحلل المشهد الفلسطيني الإسرائيلي بيحلل بناء على عقدته السياسية أو على بناء على خط يعني أجندة القناة والمحطة المستضفاه أو البرنامج اللي بيتكلم فيه فيعني كلها في مجملها تحليلات يمكن الطعن فيها برمتها لانحيازات أصحابها سواء الأديولوجية أو الفكرية أو السياسية أو الرغبة في إرضاء المحطة ويهي برضو أكيد المكافآت اليومية ألف دولار يستحق معها يعني المبلغ أن المحلل العسكري يخلط عقدته على علمه على معرفته ويقول الكلام اللي يرضي إدارة المحطة أو يتطبق مع أجندة البرنامج أو المحطة ولكل محطة طويلة حال أجندتها ولكل برنامج سياسة وده أمره طبيعي لما أقول دايماً طول الوقت الضمانة هنا التعددية بمعنى أنك أنت عندك منابر كثيرة تختلف فأنت تتفرج عليها كلها واتبعها كلها لو أنت تقدرها الحقيقة فتستخلص الحقيقة مش الحل أن احنا نمنع الناس الحل أن احنا ننوع الناس ده هو الحل الحقيقي أنا لا أطالب بمصادرة رأي لأنه طالع يقول لنا حماس انتصرت هو خر إنما أطالب بأنه كل الآراء تبقى موجودة والتحليلات تبقى مطروحة زي ما احنا شايفين كل القنوات الإغبارية تقريباً كل القنوات العربية تقريباً لا تجرؤ على أنها تقدم صوت واحد ضد حماس أو يقول حتى أن حماس بتخسر يعني ده إذا ما كانش بيهلل لعظمت وروعت وقوة وانتصار حماس يعني فإحنا لسنا خبراء عسكريين كأننا تصدى للخلام عن قضايا عسكرية وتخليلات عسكرية لكننا مواطنون عاديون وفي حالتي أنا صحفي وأكاتب سيناريو فيمكن أن أعتمد على كتابة السيناريو وتساءل لو حصل أي حرب قررتها الظروف واستجابت لها القرارات المصيرية أي حرب بين مصر وإسرائيل أول حاجة تحصل إيه؟ هو ضمار رفح يعني إذا كان البعض بيعتقد أنه ونحن نتحدث هنا بقوة وبوضوح وبجلاء قرار الحرب ليس قراراً عسكرياً هو القرار السياسي بالتأكيد لكن التخيل لحرب بين جيشين جيش كبير مهم ضخم قوي زي جيش المصري وجيش له قوته زي الجيش الإسرائيلي أكيد حرب مروعة أكيد حرب مروعة طيب السؤال هنا رقعة الأرض بقى اللي بين الجيشين دول أصحنا مش حماس بقى بتحارب بالجيش الإسرائيلي تطلع من نفق وتضرب لها الساروخ وتنزل من النفق تاني دي حرب مالهاش علاقة بقى بالكلام العصاباتي بتاع حماس ومن المنسبة حرب العصابات ده توصيف مش معناه إدان الطرف ده توصيف عسكري حرب المجموعات غير النظامية أو الجماعات غير النظامية الجيوش غير النظامية ده اسمها حرب عصابات فالحروب دي بقى منهاش أي علاقة بحرب الجيوش وجيشين لهم قوته ما تقدرش تستهيم بقوة الجيش الإسرائيلي ولا يمكن إنك أنت تقلل من قوة الجيش المصري فجيشين قويين ما هو أنت ورضو لازم تحترم عدوك وتعف قوته فأنت أقصد جيشين أقوية هيطحنوا بعض طبعا في السكة بقى فين رفح سمعني بقى كلاما عن رفح في الحالة دي أول حاجة هتحصل لو حصل حرب عسكرية إنه إنسى رفح مش هنا كل الأزمة دي حوالين رفح طيب رفح لما تقع بقى بين إطلاق نيران بين أقوى جيشين في المنطقة أقوى جيشين في الشرق الأوسط واثنين من أقوى جيوش العالم مصنفين كده فين غزة في الموضوع راح تغزة أصلا قصة غزة دي مش هتبقى موجودة في النشط يمكن الجزيرة هتبقى خريصة عندما تبقى موجودة ثالث أو رابع أو خمس خبر لكن القصة كلها هتبقى حرب عسكرية هائلة مدوية مروعة بين أقوى جيشين في الشرق الأوسط يبقى لم تصور إنه حرب بين مصر وإسرائيل هتنتج حل لمشكلة رفح هتنهي قضية رفح هتنهي النقاش فيها هتضمن رفح هتصحق لأن إسرائيل ساعتها بقى لا تعمل وزن لأي حاجة بتحارب مصر فتطحن في رجلها اللي هي عايزاها ومصر في الحالة دي بيتدفع عن نفسها وبتضرب إسرائيل طبعا أنا مش عارف برضا لست خبيرا عسكريا وليس لي أن أقول ولا أدعي معرفة بغير ما أعرف نكو لك خيالي السيناريو إنه جيشين بيحربوا بعض على الحدود يعني إلا إذا كان ممكن الحرب تمتد كمان بقى إلى العمق هنا والعمق هنا ما هو إحنا كلنا بنعرف متى تبدأ الحرب لكن لا أحد يعرف متى تنتهي ولما بني أتكلم على اللي أنا شايف برضو يعني مجموعات كتيرة من المؤيدين والدعمين الوطنيين للدولة المصرية وناس محترمة وعلى جانب آخر كمان بقى الدولجية اللي هم يعني مصر والدولة المصرية لما كان من أي حاجة يعني بيزايدوا عليها أكتر ويعني بيتعاملوا بيتعاملوا بأعتبار اللي هم بيكلموا عن مقدسات فأنا عايز بس نتأكد أن تدعيات الحرب لن تكون سهلة وانا مش معنى أنه أنا دعية سلام وأعتبر نفسي من دعاة السلام ويؤمن أن السلام هو الحل وأنه أي حرب هي قرار أخير جدا يعني لا نصل إلى هذا القرار أبدا يا رب إلى أنه في النهاية إن كتب علينا القتال وهو كره لنا فهذا الشعب بقلبي وبعقلي ووجدانه مع قيادته مع جيشه بكل قوة وبكل بسالة وبكل يعني إيمان بالدفاع عن هذا الوطن وسيادة هذه الأرض لكن السؤال هنا إنه إحنا لما في هذه اللحظة حرب يعني لا تدعيات الاقتصاد المصري مأزوم أصلا ولعل البعض يراهن على مأزومية الاقتصاد بأنه مش ممكن ياخد فعل في مواجهة عدوة أنا متصور أنه أي قرار مصري بناء على انتهاك السيادة المصرية يعني حد يدخل الحدود ينتهك السيادة الوطنية المصرية ينتهك أرض مصر إنه ما أتصورش إنه في أي قرار لمصر بمد حربها إلى الأرض الفلسطينية المحتلة أو ضد إسرائيل متى لم تمس الأرض المصري فحنا حربنا إن مست الأرض المصري إلا مسى جنزير دبابة الأرض المصري قبل حتى ما يلامس دي اللحظة اللي مصري بيدافى فيها عن نفسها إنها مصري مش هتقدم ولا تصب يعني تعمل أي درجة أو حركة استباقية خارج أرضها ما في التصوري وإذا كان هناك مخالفات إسرائيل بتقدم على خلف كامب ديفيد ومتفاق كامب ديفيد نخلف إحنا رخري إذا ما كناش خلفنا لكن في المحصلة إحنا خربنا إحنا اسمنا وزارة الدفاع حربنا دفاعاً عن أرضنا فبقول إنه هذه اللحظة لو تمت لا قدر الله أي عمليات عسكرية أو أي حرب في تدعيات على الاقتصاد هائلة يعني إحنا بنتكلم طول الوقت الدولة النصرية تتحدث طول الوقت عن الأزمة الاقتصادية باعتبارها يعني من فعل تأثيرات خارجية في أغلبه دولة المصرية لا تعترف إنها أقدمت على قرارات أو على إجراءات اقتصادية قاطئة أو غير موفقة أو تستحق المراجعة ومصر على إنه كل الأسباب للأزمة الاقتصادية دي من الخارج ومنها كورونا ومنها الحرب الروسية على أوكراني طيب إذا كان السيد وصفة مدبولي رئيس الوزراء بيلح دائما على إن هذا سبب مهم للغاية ورئيسي للأزمة الاقتصادية التي نعيش الحرب الروسية على أوكراني ما بالك بقى بحرب مصرية السرعينية هتعمل ليه في الاقتصاد؟ يعني إذا كانت حرب على بعد آلاف الأميال مننا أثرت على الاقتصاد كده ما بالك بقى بحرب في قلب بلدنا أو على حدودها هتأثر إذا في الاقتصاد؟ ساعتها بيه بس مقتصاد حرب ساعتها ما حدش بقى يتكلم على اتفاق سندوق ولا اتفاق بالسندوق ما حدش بقى يكلمنا عن استثمار ما حدش يكلمنا عن أسعار لأنه كمان في الحالة دي على الوجه الآخر لا صوت يعاله فوق صوت المعركة فما حدش بقى هيبقى يسمح لنفسه أو يسمح له غيره إنه ينطأ في موضوع خارج إن بلد في حرب فبلد في حرب يعني خلق بلد في حرب احتمل بقى اقتصادية احتمل أزمتك اللي هتزيد وما تسألنيش عن سعر الدولار ما حدش هيسمح الكلام ده أصلا ليه لنك في حرب مش بس ما حدش هيسمح ما حدش هيسمح غالبا بالكلام ده فورده عشان نعرف تدعيات الحرب لبعض المتحمسين قوي يعني أرجو أنه هما يعني يرجوا حمسهم للحرب متى قمت الحرب فخلاص كلنا على قلب رجل واحد إنما قبل بس لازم ندرس شوية الحماس ده والانفعال ده محاولة دافع الدولة المصرية والحمد لله الدولة المصرية عندنا يعني دولة عندها ثبات مفعالي وما بتستسلمش ليه المزايدات ولا بتستجيب لها ولا يعني بتاخد مواقب هنا عليه لكن هذه الحرب في واقعها الاقتصادي يعني لما برضو الناس بالمتحمسة قوي للدولة تتكلم وتقول يعني أنه متحمسة جداً لحماس بنفس الحماس للدولة تقولك الاقتصاد الإسرائيلي بينهار وعلى وشك الإفلاس وشفته كالت مودز صنفة إسرائيل وخفطة تصنيف إسرائيل ما بلاش يعني يعني ما بلاش احنا في أزمة اقتصادية وانت متحمس أول الخرب وبتكلمنا عن أن الحرب أصدت تصنيف إسرائيل بدرجة أنه كالت مودز أخفضت تصنيف إسرائيل انت عارف تصنيفنا إيه في مودز؟ أقل من إسرائيل اللي في الحرب فنراعي بعض شوية يا جماعة نحضن دولتنا شوية ونتحاضن على الحقيقة شوية ونخف ضغط على الدولة المصرية أو مزيد عليها أو تسخين لها الدولة المصرية قرارها قرار هيبقى مدروس بيعني كل درجة وكل خطوة لكن لازم إحنا كمان نبفهمين كشعب وكمواطن أنه مش بالهيصة هي والموضوع له مردوده وله تبعاته وله اخترته وملوش توقيته ما حدش عارف ده يودي الامتة فين وعشان كده قرارات الحروب هي أخطر قرارات في تاريخ الشعوب وعشان كده ما ينفعش تتعمل بالامفعالات ولا بالحماس المفرط ومحدش إيص وطنيته بدرجة الحماس لأن بلده تخش حرب دي مش وطنية دي درجة من درجات الانفعال النفسي اللي يستحق بعض الهدوء والتروي دع قيادتك تتخذ قرارها قيادتك السياسية تتخذ قرارها في الحرب الاشتباك أو عدم الاشتباك بدراستها للموقف ولتداعياته مش برأي العام وعند نص الناس عايزة تحارب يعني هذا لا يمكن أن يكون في مدخلات الدولة المصرية يعني الحرب ليست قراري أنا ولا قرارك ولا أنا ولو أنت مؤثرين فيه لن نؤثر فيها في القرار ده إطلاقا لأن الرأي العام المصري غالبا لا يؤثر في أي قرارات للدولة المصرية سلما وبالتأكيد حاربا فاندراعي بعض مراعي درجة التسخين المبالغ فيها دي لأي سبب يعني يعني في اللحظة اللي الدولة المصرية قرر فيها اشتباك أو حرب فانت عندك واجب وطني وعندك دافع وطني وعندك يعني بكل مشاعرك ومجدانك وقلبك ووطفة وعقلك في نفس الخندق اللي فيه دولتك وبلدك لكن لغاية ما نوصل للموقف ده ده الموقف ده بقرار الدولة بقرار رئيسها مش من فعالاتنا ولا التسخين على بعض ولا المزيدة على بعض مرة أخرى بطريقة الخيال السياسي يعني أي حرب من مصر وإسرائيل فضلا على تدعيات على المنطقة أول شيء فيه ما فيش مساعدات لغزة أول شيء أول رد فعل هيحصل عدم قدرة أي يعني شاحنة على المرور الدخول في ميدان قتال حرب ده تبقى بجابها معركة شاحنات إيه لها تخش اللي معاشا كده بقول إنه اللي قاعد يرفع من درجة التسخين دي محتاج إنه يراجع نفسه لو هو بيتكلم عن القدار الفلسطيني وزي ما قلنا مساس مش مساس اقتراب للمساس بالسيادة الوطنية المصرية أو بالأرض المصرية ده يعني دونها الحرب لن يسكت الجيش المصري لو يعني فيه جنزير دبابة ولا طلقت مدفع اخترقت الحدود المصرية دي قصة منتهية محصومة مقضي بها اللي عايزة تسخين ولا عايزة تجهيز ولا عايزة ايه ايه حاجة برأي العام إنما اللي بيكلم على إنه اللي طول من يوم سبع أكتوبر عايز يدخل مصر الحرب واللي شايف إنه وسايبين غزل وحدها وسايبين طيب يعني السؤال هنا أنت عارف لما هندخل الحرب يحصل إيه بالنسبة لأضيطك إذا إذا كنت بتدفع عن فعل على الأضايا الفلسطينية أو بتدفع عن الشعب الفلسطيني لأنه بمجرد هذه الحرب أنا بقول لحضرتك انتهت أي قصة مساعدات وانتهى أساساً فكرة إن غزة بنتكلم فيه خلاص هتبقى قدر في ميدان معركة وقتال وحرب لن تبقي ولا انتهذر بقى فرايح جاي إطلاق النار والمدافع والطائرات اللي تحت بيتهرس إسرائيل بتهرس بقى وبتدمر في رفح وغزة وفي كله خلاص بقى مش هتشوفه قدام عدو وحشي مجنون همجي وهنتهز فرصة إنه بيحارب أقوى جيش في المنطقة وبيحارب مصر في السكة رحت فيها غزة في تصوري رحت فيها فلسطين ده برضو للهؤلاء الذين يعني يدعون لأنفسهم دفاعاً عن الشعب الفلسطين طيب طيب نعمل ايه يعني ما الذي يمكن أن نفعله آه ما الذي يمكن أن نفعله مين الدولة المصرية الدولة المصرية بقول لك رقم واحد من يوم سبع أكتوبر ما وقفها في منطقة النصاعة والسطاعة والسطوع إذا كانت السطاعة دي عربياً يجوز لكن في منطقة السطوع والنصوع في إنها وقفة بتساند بكل قوة الشعب الفلسطيني والقضاء الفلسطيني طيب على الحاجة التانية لو أكرهت على القتال لأن القتال كره لنا والحرب هتحارب قادي الدولة المصرية بس هتحارب عن إيه دفاع عن سيادته دفاع عن أرضاه طيب لو بتسأل لي ما نعمل إيه إحنا ما كعرب كفلسطينيين هقول لك ابحث عن حماس بقى ليه لأن حماس كل اللي بيحصل ده كل ما يحدث الآن من درجة التسخين دي ومن وصلنا للنقطة دي في الحرب إن إحنا بنتعامل مع طرفين نيتنياهو بكل إجرامه ووحشيته هو واليمين الإسرائيلي بيطيل أمد الحرب بيستخدم الحرب لتصفيت الأضياء الفلسطينية وضرب أي تسوية والتوريط مصر بحرب معاها أو توطين للفلسطينيين في سيناء وصادوا الطرف الآخر حماس اللي لها نفس الأهداف تطيل أمد الحرب تنسف أي تسوية سلمية أو أي سلام مزمع في المنطقة أو أي كلام عن دولة فلسطينية أصلا رقم ثلاثة طوريط مصر فالتنين بيحاولوا أهدافهم مين هيقول لهم وقفوا الحرب ويقفوها ليه إذا كانت بتلبي كل أهدافهم فيعملوا المفاوضات اللي بتديرها أطراف مصر وقطر وامريكا بتخش والرئيس الخبرات الإسرائيلي يعمل الاجتماعات بتاعة باريس مع الأجهزة الخبرات المصرية والأمريكية والقطرية وينتهوا إلى اتفاق باريس فالطرفين يرفضوه وكل واحد يعلي درجات الشروط بتاعته علشان الحرب تستمر وتحقق كل الأهداف علشان كده الكلام برضو يعني المسكين اللي يوعدوا لك إيه إسرائيل لم تحقق أهدافها ونتينياهو لم يحقق أهدافه ولهذا فهو أشعر بالفشل طيب دلوقتي نتينياهو قال أنه أهداف حربه على غزة القضاء على حماس القضاء على حكم حماس لغزة إعادة الأسرة أو الرهائن الإسرائيليين من غزة كويس عمل التلاتة ما عملش التلاتة لكن هو السؤال هو قال إمتى هيعملهم ما قالش هو أعلن أهداف وما قالش يعملها إمتى فعشان كده بيطول الحرب هو ما هو لسه محققش أهداف هو قالنا يعني كل اللي يقعد يقول لك إسرائيل فشلت ولا بتحقق أهداف والحقيقة الأمر بيخدم نتينياه ليه نتينياهو هيقول لك ما أنا حققش أهداف فعل حقق بعضها كلها ضربنا وشعرف كم كتيبة وفضل كم كتيبة أصفي أربع كتاب لسه رفح ما ينفعش نوقف الحرب ما نكون كده وكاننا خسرنا ما هو الرجل عايز أهدافه وما قالش إمتى وطبعا يعني فيما عدا لو مصر ما دخلتش طرف في الحرب أظن نتينياه هيستمر لغاية ما ييجي ترامب باعتقاده أنه بايدن هيرسل في الانتخابات وافشل في الانتخابات وهيجي ترامب فترامب ييجي له هو وراخر يحتل غزة من نفسه يعني ترامب هيخطب في غزة ف هل قال نتينياه أو جيش الإسرائيلي أو الإسرائيلي متى سيحققون أهدافهم لا وعشان كده هو ده بيغدمه جدا الكلام على إنه وحاقش أهدافه لكن خلينا أقولك هو حقي هو قالك أنا أقضي على حماس هو لم يقضي على حماس ولن يقضي على حماس ومن اليوم الأول قلنا أن حماس دي قضية أراء فكر عقيدة فيش حد ينهي عقيدة ولا يقضي على عقيدة ومش حد ينهي تنظيم إلا لو التنظيم ده أنا نفسه ده موضوع التاريخ كله بقول لنا كده التنظيم ده السري ده أو التنظيم العلني ده أو التنظيم العسكري ده مش هينتهي أبداً إلا لو هو صفى نفسه أعلن كده زي منظمة إتة الانفصالية زي مش عارف جيش الأخمر يعلن أو جيش الأيرلندي يعلن أنه صفى نفسه وتخلى عن عقيدة وتخلى عن برنامجه السياسي أو عن منهجه في العنف فيما عادة كده هتفضل حماس طبعاً هيفضل التفكير الأصولي والمتطرف وهيفضل المتصور إنه الحرب ضد إسرائيل هي حرب عسكرية ولن يعود الحق إلا بالعسكرية وكلام منت لن تنتيح حماس إطلاقاً لا تنظيماً إلا لو حلت نفسها ولا فكرة ولا عقيدة إنما هو عمل يبقى نيتدياهو هو قرر أو قال إنه هيقضي على حكم حماي فهم أضع على غزة أضع على حكم يعني كل الناس يتكلم يقولك اليوم التالي يعني لو تصورنا لنجحت وساطات الغد بكرة فيه جاي رئيس المخارط الإسرائيلي وجاي رئيس مخوارات الأمريكي هنا في مصر وفيه وساطات البعض بيعتبر إنه كل اللي بيحصل ده يعني وصول الأمر على حدود الحفة عشان يحصل تنازلات من الطرفين ونعرف نعمل اتفاق نحكم فيه الدماء الشعب الفلسطيني كويس لو تم ده براعة وإجراء سياسي ممتاز ونقدر نوصل فيه إلى إنه نوقف نزيف الدم ماشي لكن كل الكلام عن اليوم التالي بقى لو تصورنا إن بكرة بدأت الاحتمالات في النجاح للوصول لإتفاق جديد والأطراف وفقت عليه ووقف اطلاق النار فيقولك اليوم التالي بقى وإنه حماس مين سيحكم غزة يحكمها حماس طبعا أنا بقوله أنا راجل شايف إنه حماس دي جماعة غير وطني وعملت عملية في سبع أكتمر عملية عدمية لا هي مدروسة ولا هي خطيرة رهيبة فظيعة ناجح ناجح مبهر كعملية إنما كتباعات وتدعيات كارثة على دماغ الشعب الفلسطين على دماغ الوطن العرب كله مصيبة سعودة حصل على المورطانة في حرب نتمنى إن ربنا ينجينا منه طيب من الحرب يعني ده قناعات فكرية يعني العلاد المرء وأراء يعتقدها شخص المتواضع مؤمناً إن حماس جماعة غير وطنية وجماعة أصلاً ما هي مهتمة لا بفلسطين ولا بالأخضار فلسطينية ولا تسوي فلسطين عندها سواك على رأيي يا محمود الظهار بس أنا بقول لك اهو لو وقف اطلاق النار حماس تكمل حكم الغز أصلاً مش معقول الضمار ده يعني هي غزة تدمرت حماس بقى تتولى مسؤوليتها يعني هي تدمرها تجلب العدو الإسرائيلي بوحشيته وإجرامه وهمجيته يدمر ويحقق مشروع اليمين الإسرائيلي ويدمر غزة بقى انتوا يجبوا تقول لي السلطة تحكم غزة سلطة يا عم توقع الله نعمل إدارة مش عارف يا عم هي يا حماس اللي تحكم ورينا هتطلع الركام ده هتقوموا مباني تاني ازاي ده من شروطها اللي هي مقدمها لإسرائيل في الاتفاق اللي ما نجحش ده ان هي هتسمح بدخول ستين ألف خيامة بل ستين ألف خيامة بقى من شروطك دخول خيام ده انتوا هتحرارنا القدس ده اسمه طفان الأقصى طفان الأقصى انتهى اللي انتوا عايزين تدخلوا خيام بتشترد دخول الخيام ايه ده دي عملية عدمية خلت غزة ازاي هارلك من كاتب من كتاب المقاومة يعني هو رأيه انه اعظم حاجة حصلت سبع اكتوبر واحد كده يعني وبيتهم مصر بيمتقد مصر بيهاجمها في صحيفة لبنانية لم يبقى في شمال غزة منزل او منشأة لم تصبها قزائف العدو بلدات احياء كبيرة دمرت عن بكرة ابيها وفي الطرقات التي تقود الى المربعات السكنية تنتشر الزخائر غير المنفجرة وباتت احياء كثيرة وكبيرة جدا خالية من الناس فقط يمكن ملاحظة الكلاب التي تترقل بين المنازل تبحث في بقايا جيف جثث يعني بينما لا يمكن لمركبة ان تسير من دون مواكبة مسيرات الاحتلال والناس الذين صمدوا في الشمال يتكدسون بعضهم فوق بعض في مدارس ومؤسسات مخلعة الابواب والشبابيك تغرقها المياه وتلفها الرياح صبح مساء في وسط القطاع ثم تشريط يمكن لعابر شارع صلاح الدين فقط ان يرصد الضمار فيه لا يمكن ان يرى المرء يسارا او يمينا سوى الركام وقد تجمع بعضه فوق بعض على شكل مستودع خردة ومن يقدر على الاقتراب من الجهات الشرقية يلحظ عمليات التجريف المتواصلة لكل المباني المرتفعة الى اكثر من خمسة امتار وبعض من اتيح لهم العودة الى احيائهم ما كان بمقدورهم التعرف على معالم المكان صار في غزة شوارع بعرض خمسة وعشرين متر لا اسفلت عليها بل رمال صارت وحلا مكبولا ببقايا المنازل واغراضها وتحتها دفنت اشياء كثيرة بينها بقايا من قضية تحت الانقاض ولا يعرف احد مصيره او حتى اسمه حماس انتصرت يا جماعة وبعضنا بيقولك ازاي ما ننتهس فرصة انتصار حماس ونقيم الدولة الفلسطينية الاسبوع الدول اللازم اذا ما استفدناش من كل اللي عملته حماس ده فنعلن الدولة فلسطينية دولة فلسطينية يعني احنا ما ندفع الرفح يا عم يعني احنا ما نحاول ننقذ رفح خلينا الدولة الفصادية يتناش فيها بعدين بس ننقذ بس المليون ونص دولة اللي ممكن اسرائيل تدخل تفجر فيهم وحشيتها او مصر يعني تدخل حرب ننسى فيهم المليون ونص يعني تقول لي دولة وتقول لي اصله حماس انتصرت يعني احنا دلوقت بنتكلم في ان احنا ننقذ رفح وتقول لي حماس انتصرت يا حول الله رب لو المضحك انولك حماس بعتها لمصر ده صحيفة امريكية بتقول بعتها لمصر لا احنا نقدر ندفع الرفح تقدر ندفع الرفح ليه انت كنت دفعت عن غزة واحنا شوفناك في شمال غزة انت ما سمعتش اللي احنا قرانا انت في النافع فمش شايف وانت كنت دفعت عن شمال غزة انت خان يونس احياء في خان يونس تخاط فيها معالج شوارع وحياء تانية اخلقت من البشر فمش عارف اي جرأة وشجاعة في انك تقول اصلا انا امريكي دفع الرفح وانت كنت انقصت فلسطيني واحد من النزوح من شمال غزة للجنوب انما هم مصممين انهم انتصروا خلاص يعني والجنوبات اليسار البعض اليسار يعني الحمساوي اكتر من الحمسوية والحقوق بعض الحقوقيين برضو اللي شايفين في المقاومة الاسلامية نبل الانتصار شايفين المنتصر يعني انت تقدر تقنع شخص عنده عمى الوان انه الجرفطة اللي لونها احمر دي هي اصلا اخضر راجل معتقد يقينا ان اللي شايفه ده اللون الاحمر لو عدت تقوله ايه مش هتعرف تقوله الحقيقة انه ده جرفطة خضرة مش هيقتنع عنده عب خلق ففي عب خلق في الوعي جمامة من العقيدة جمامة من المشاعر مش اللي خلا تشوف ده بتشوف الانهيار الغزة والضمار اللي حصل والفجائع والمجازر شايفها انتصار لحماس خلاص يا جماعة انقوله ايه ده ولك اصله المقاومة موجودة لسه على الارض وحد يقول لك كتمشي على منع الارض يعني انت عايز تقنعني ان حماس اللي عاملة 600 700 كيلو تحت الارض انفاء مش كانت منتظرة اليوم ده وما كانت بتعمل 700 كيلو ولا 800 كيلو تحت الارض انفاء وبتستعده وبتجيب لها اصنصرات للانفاء دي كانت بتعمل ده ليه منتظرة اليوم اللي هتخش اسرائيل عاصله بتعمل انفاء ليه الا اليوم اللي منتظرة فيه اسرائيل تخش غز هي عايز اسرائيل تخش غز والمفروض انها مستعدة وكانت بتتواعد اسرائيل لما تدخل غز وانها لن تستطيع الدخول الى غز دخلت اسرائيل غز وبترطع اسرائيل في غز وحماس بتواجه قويس ممتاز او انت منتظر ما انت وجهاش يعني بعد كل اللي عملته ده كنتم تصورين انه اسرائيل تدخل قوات احتلال وجيش احتلال غزة الحمسوية ما يظهرش ما يواجهش ليه ده طبع انصيبة طيب واجهه انا طبعا انا مكنتش بتصور بالسرائيل تخش بالسهولة دي من غاية وسط غزة وبتتكلم عنها دخل رافح كنت تفاكر يعني انه في خطط عسكرية مدوية عاملها حماس طلع في الاخر اطلع بالنفع واعمل كمين ده لكل يوم الاستعراض العسكري الفضيع الرهيب لانتصار حماسو قواتها الفضيع اعتبت الف دبابة من يوم ما الحرب بدأت موتت كل يوم مش عابت موت عشر عسكر ولا الزباط اسرائيليين وبعد ايه دي اسمها يعني حروب استنزاف دي عمليات استنزاف وبعدين بقى يعني اوقفت الضمر اوقفت التخريب انقصت الفلسطينيين خالص اطلاق لابسوها انتصر يعني هنعمل ايه الله كريم هم مصرين ومصممين ومعتقدين انهم انتصر البلد متضمرة واسرائيل بتقول انها هتدخل رفح وهو انا رأيي انه انتصر طبعا انتصر انه يدخل المنطقة كلها في حرب وصراع طبعا واليمين الاسرائيل انتصر هتدخل اهدافه مين قال هم حققش اهدافه تدمير غزة ده تهجير الشعب الفلسطيني يعني فيقول لك اصله انتجا هم حققش اهدافه اذا بقول لك هم حققش اهدافه علشان هو محددش وقت كمان لاهدافه ولن يحققها عموما الهداف المعلانة دي لكن في المحصلة اهل النهاردة راح جاب اه اسيرين او رهانتين قبل كده راح دخل اقتحم فلقى الرهائن قتلهم مع الفلسطينيين مع القمسودين اه رهائن هربوا وخرجوا وعمقاتلهم بعطورهم فاكرهم الفلسطينيين لكن في الاخر حكاية انه احنا عن حر الرهائن ووصل لبعضهم وقتلهم ودوصل الاثنين النهاردة وجلبهم لكي في المحصلة ال136 دولة من اللي مات فيهم ولم ماتش فيهم لن يستطيع انه يستردهم على طريقة العمل وفرافح النهاردة فهو لا يرجع الرهائن الاسرائيليين ولا هيقضي على حماس انما هو يقدر يقضي على غزة كما قضى عليها الان ف ويقول لك اهو انا بقول ان غزة لابد ان يحكمها تحكمها حماس بعد انتهز الحرب ان انتهت لانه لا يمكن تدمروها على الارض كده تجلبونا لها الخراب وبعين تمشوا لا يحكمها اخوي ورهونا كده هترضو الشعب في الصين ازاي هتنقذوه ازاي هترجعو له بيوته ويعني وحياته ازاي هتوفروله فلوس واكل ازاي ورهونا كده شوفوا انتم والقطريين والايرانيين اتعملوا ايه ورهونا كده وانتم بتحكموا غزة المدمرة وما تقول ليش اصل انا اصل المقاومة انتصت لها موجودة لسه يا جماعة احنا نهزمنا في 67 وفضلنا موجودين يعني ممشي لاش الجيش المصري الفضل بس لسه هزيمة فانتم بتقول ليش اصل لسه في احنا طبعا ما بنعرفش عدد الشهداء في غزة الا المدنيين انما ما نقتل في حماس لحد شعر عشان معنويات المقاومة انما احنا كل يوم بنكلم على اسرائيل وهي بتعلن اتقتل عجلها كان كان اسرائيل مش مهتمة بالمعنويات بتاعة جيش وننقل على الاعلام الاسرائيلي الحق المستشفىات النفسية استقبلك كم عسكر اسرائيلي جايين من الحرب الحق الاعلام الاسرائيلي بيهاجم نتنياهو يا جماعة يعني بكل الاستناد اللي احنا بنعمله على انه اسرائيل بتعلن او اسرائيل بتختلف او بتتصارع طيب وانتو اخبار نحن ايه بقى اخبار الفلسطينيين ايه يا راجل ده من يوم 7 اكتوبر حتى اليوم لم تجتمع قيادات حماس مع قيادات السلطة فلسطينية ونظر الفتح بيتفوضوا مع الاسرائيليين وما عادوش مع مع السلطة الفلسطينية وما عادوش مع فتح ولا فتح عادت معاه يعني احنا كله العالم كله ينتفض من اجل غزة والشعب الفلسطيني بينما الاخوة الفلسطينيين ما عادوش مع بعض القيادات الفلسطينية اللي بتدفع عن الحق الفلسطيني وبتقود الشعب الفلسطيني مخاص مع بعض الحرب المشتعلة دي ما خليتهم شي يعودوا مع بعض في طرابيز واحدة يعني جنون جنون حقيقي هوس المفروض احنا ندفع تمن احنا ندفع تمن احنا مصر ندفع تمن ان البهوات مخاصمين بعض ومنشقين عن بعض وكل واحد يطلع لنا في التلفزيون يحكي لنا عن الاضاف الفلسطينية شعب فلسطيني وهم ما مسلموش على بعض ومععدوش مع بعض ولا بيتفاوضوا ولا بينسكوا مع بعض في عز الحرب يعني بيتجرب شعبهم الفلسطيني بيتجرب الاضاف الفلسطينية خيادات فلسطينية ايه دي بيقول ما عادوش مع بعض ما تفاهموش ما تفاوضوش ما نسقوش ما بيكلموش يعملوا ايه مخاصمين بعض البهوات كبار حماس وكبار السلطة فلسطينية مأموسين من بعض ممكن تشوفهم موجودين في الشباكين اتنين ويندوز على فضائية انه ما بيعدوش مع ها لا قيادات ولا حوارات ولا نقاشات ادي الفلسطينيين ادي الشعب الفلسطيني اتفرق شوف قياداتك شوف درجة الاستهتر والاستخفاف بمصير الشعب الفلسطيني انه اللي عاملين فيها قياداته مخصمين بعض ومشقين عن بعض ومخصمين على بعض وبيعدوش مع بعض اثناء ضرب النيران للشعب الفلسطيني ومجازر ضد الشعب الفلسطيني وكل واحد بيدعي لنفسه الكلام باسم الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني ده المفروض يضرب كلكم يعني اقول ايه ده انتم مش عارفين تعودوا مع معها عشان تبقصوا الشعب الفلسطيني تجروا انتم تجروا تجروا تفضلوا تجروا ومصر تدفع التمن مصر وحده النهار تدفع التمن ايه اقول ايه الندالة اللي احنا شايفينها من قيادات الشعب الفلسطيني الانقسام والانشقاق الرعونة الانتهازية شيء في منطقة الرخص بين الطاوض احنا عن حماس ونكلم احنا وقطر نكلم اسرائيل ونكلم امريكا بينما خن حماس وفتح اللي حماس والسلطة ما بيعضوش مع بعض ده انتو جرست وعريت الادار الفلسطيني ده انتو عار على الادار الفلسطيني عار على الشعب الفلسطيني وعايزين نحنا ندفع تمن اختلافاتكم وخلافاتكم وانقسامكم وقرفكم وبيدفع الشعب الفلسطيني دمه وروحه كل يوم بينزف دم لشي خضر القيادات اللي بتختطف قراره واللي بتنقسم واللي بتصرع على سلطة واللي بتجرب الدين واللي بتجرب القضية واللي بتجرب الدين وبالقضية وتفع يا مصر التمن اشرب انت يا مصر ويقول لك حماس انتصرت شيء موز ولو انتصرت يا جماعة اذا كان ده شكل الانتصار ارجوك انهزمي يا لو انت كده انتصرت يا حماس فاتدمرت غز ابوس راسك يا عم الصنوار انهزم اذا كان تمن الانتصار ده الانتصار الواهبي اللي بزينك ده هو الضمار ما لانهزمة تبقى ايه هاتصحنا لسه موجودين على الارض وحد قالك هتتنايل برا الارض ما انت هتفضل في الارض حد يارف يخلعك بالارض انما بقاءك مش معانا انتصار زي القصة بتاعت حماس لما برضو قلولها انت لو تصبر اسبوع من اول يوم وحيات ربنا تغريدات من شخصيات بعضها مصري الحقيقة هو ناس يعني 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 كنا نزكي عقلها يعني تقولك السلمقاومة لو صبرت اسبوع تصريها تنهار لو صبرت اسبوع هتفرض حل على اسرائيل لو صبرت اسبوع ده ممكن تفرج مش بس عن المعتقلين في السليل ده عن السجناء الوطن العربي كله يا سلام حماس اللي قالت في الاول انه اهدافها تطهير السجون الاسرائيلية من او تبييض السجون الاسرائيلية من الاسرى الفلسطينيين في اخر اتفاق بتطلب الافراج عن 1500 ما بقاش تبييض 1500 ومفاوضات بكرة والوساطات والحاجات دي عشان الاخوة في حماس يتنزلوا بدل 1500 ب1000 مثلا يبقى 700 نتنقش شوية في العدد في النوعية فيقولك لا تبييض السجون الاسرائيلية فالاخوة اللي كانوا عايزين تبييض السجون العربية مع الاسرائيلية بقصة ل1500 ومتعرفش بكرة يوصل لكام فهدي حماس قالت لك المسجد الأقصى اهي اخبار مسجد الأقصى ايه اخباره وبعدين ده الشروط اللي طلبها حماس بقى الفظيع الرهيبة الورقة الجبارة اللي بتكلم بقى كلام المنتصرين طلبها بإيه انسحاب القوات الاسرائيلية من غز حياة الولدة ومين كانت دخلها غز مين كانت دخلها غز اعادة الشعب الفلسطيني او اهالي الشمال الى شمال غز هو كان مين اللي خلات مين مش العملية العدمية اللي تقول العملية المبهرة المبهرة اللي عملتها في سبع اكتوبر المدمرة اللي انتوا لفيتوا غزة كلها بحزام ناسف ورحتوا اقتحمتوا غلاف غزة المستوطنات والقرى الاسرائيلية على الارض المحتلة وان كان رسميا هي مش محتلة يعني طبقا للورق الرسمي انما بالنسبة لنا فلسطيني كلها محتلة ورحتوا لفيتوا العبوات الناسفة والحزام الناسف على غزة والشعب الغزاوي فلسطيني في غزة الاثنين مليون وروحتهم بس فجرنا غزة عملية عدمية يا عم اللي عايز ينتحر ينتحر هو اللي عايز يستشهد يستشهد هو إنما ما موكليش مليون ونص دلوقت احنا الازمة كلها في الحافة كلها اصل مصر هتتدخل عشان خاطر رفح وفي نفس الوقت يقولك اصل حماس انتصرت طبقا كانت ريحتنا لو هي ممتصرة يعني احنا ليه بنعاني من الكلام دلوقتي عن رفح هي حماس بتراهن علي خلينا نقول يعني اخيرا المراهنات التلاتة لحماس رقم واحد حماس بتراهن على إنه العالم كله ضد اسرائيل ممتاز أنا عايزك بس تمسك فيها شوية الحكاية دي ليه لانك طلعت عين اللي خلفونا بإنه العالم كله بأيد اسرائيل وإن العالم بيتأمر من أجل اسرائيل وإنه الصيونية العالمية مسيطرة على اوروبا والغرب وإنه الإسرائيليين مسيطرين على السياسة الغربية على الشعوب الغربية وإنه اوروبا والغرب ينتصر لإسرائيل فمسك فيها والنبي حكاية أنه العالم كله ضد إسرائيل لأنه حقيقة الأمر أن العالم كله ضد إسرائيل للوقت لكن أنت بتقولي أنه طول الوقت المؤامرة على الآضاء الفلسطينية المؤامرة على فلسطين من الغرب وأنه الغرب بيدعم إسرائيل طب كويس ما بيدعم هاش فمسك فيها شوية بقى نعرف أنه الغرب والعالم كله ليس مع إسرائيل والعالم كله ضد وحشية إسرائيل طيب فهمنا دي ما نعودش بقى نعمل الإسطوانة دي تاني ننزنق نمشغلين معيدين تاني للإسطوانة أنه العالم كله ضدنا أن العالم كله مع إسرائيل فهمسك في دي شوية ويبني عليها لو حد يبني على الحقيقة دي لكن برضو الحقيقة دي بحتاجة أكملها لك العالم كله ضد إسرائيل بس العالم كله مش عارف من حاجة مع إسرائيل عمل ها دي بقى حطها عندك برضو في القيم انت رهانك علي وما بيجيبش نتيجة للضغط كمل ده بقى عشان تعرف ان القصة مش قصة العالم كله القصة قصة الأرض موقعك في الأرض قوتك على الأرض وقوة إسرائيل قدامك فهذه الاعتماد الأول الرهان الأول الرهان التاني علي انه أمريكا تدخل شوف طول الوقت هو شايف انه أمريكا الدعم الأول الإسرائيل مش هو بس العالم كله شايف انه أمريكا الدعم الأول الإسرائيل ودي حقيقة مؤكدة لا يمكن منازعة فيها أصلا والمنافسة في السياسة الأمريكية مين يؤيد إسرائيل أحسن من التاني أو أكتر من التاني ده ملوش علاقة بالمجتمع الأمريكي المجتمع الأمريكي في يعني معرضة لإسرائيل ومواقف إسرائيل وحتى الحزب الليمقراطي نفسه الأمريكي الحزب الحاج واللي بقوله عن أوروبا والغرب إنه مش بس الشعوب والمجتمعات اللي ضد إسرائيل لا دي الحكومات ووزراء والرؤساء ووزراء يعني عشان برضو الأمور إيه تبقى واضحة فأنت بتطالب الدعم الأول من إسرائيل إنه هيدخل يعني ومراها طوال أنه أمريكا مش هتستحمل طالط الحرب أمريكا مش هتستحمل المشهد الإنساني اللي بيحصل في غزة أمريكا مش هتستحمل الضغط على حلفاءها في المنطقة أمريكا مش عارف إيه فهو مراهن على إنه أمريكا هتضغط مراهن على الدعم الأول لإسرائيل إنه هيدغط على إسرائيل مش عايف جاب العشم دامنين طيب بايدن أكل شوية يعني إحنا بدأنا هو رفضين أي حركة عسكرية تخش ولا ضرب لرفح وبعد شوية لك بس يعني لازم نوفر الأول للمدنيين والنهاردة في نزوح عكسي يعني في ناس من رفح بيتطلع فلسطينيين بيروحوا على الوسط وإسرائيل بتعلن إنها جهزت مش حارف إيه الممرات آمنة كلام بقى اللي هو يعني إسرائيل هتحترم ولا نيلة لكن في المخصلة التنازل الأمريكي بقى اللي هو بعد ما ما ينفعش يتقش رفح بقى تحول إلى بس ناخد بالنا من المدنيين طب نجاهز المدنيين إيه طب فإسرائيل تطلع تقولك مش هنقرب من رفح إلا لما نقل المدنيين يعني إيه يعني الدعم الأول لإسرائيل مش عارف يضغط على إسرائيل فتكمل لك الحقيقة دي كمان بقى بالنقطة تالية وهي إنه القضية كلها يا موقعك على الأرض عشان نعرف وإنت بتاخد موقف بقى تلف حزام ناسف على غزة ده تبع عارف لك بتلف حزام ناسف وإن حسابتك كلها حسابات هوجاء وإنه العمليات العدمية دي عدمية لا ملهاش أي معنى بترد عليك كارثة سوداء شأن كل اللي عملاها في تاريخ الحرب في العربية الإسرائيلية 48 لا روحت لا باستعداد والورطة السوداء بتاعتك في 67 مش عارف الحجد القوات الإسرائيلية على حدود سوريا ولا خاص الحجد ولا نيلة وإحنا منع الملاحة في ترانو صنفير سحب القوات الطارئ الدولية وغرقنا نفسنا حرب اكتوبر هي الحرب العظيمة الرائعة التي لا يدانيها شيء من القوة والعظمة والتخطيط والتنظيم والنجاح الفز فادي الرهان التاني ادي الرهان الاول عن العالم كله ضد اسرائيل الرهان التاني انه امريكا تتدخل الرهان التالت مصر تتورق ده الرهان التالت نحن نجر مصر للحرب فلما نجر مصر للحرب ننهي فكرة التسوية السلمية طيب يا أخي ما انت هتنهي على فكرة الوساط لا هنعرف احنا من حربهم هننفوض عشانك في هتنهي المساعدات احنا من حرب اسرائيل لو دخلنا مساعدات من الأرض المحتلة هتضرب اسرائيل ما خلاص احنا في حرب هم يقربوا مننا هنديهم على المخ هم نحاول احنا نوصل لكم هيدربونا حرب يعني فإيه المحصلة بقى فيها بالنسبة للأضايا في الصناعة حضرتك بالنسبة للعملية الخطيرة الفضيعة الرهيبة اللي عملتها في 7 أكتوبر وكل اللي احنا فيه دلوقتي هو فكرة انه يعني انه حماس شايفة انها حقا بتحقق اهدفها ومنتصرة فلن تتنازل طبعا محدش طالب حماس اطلاقا بالاستسلام محد يعني مفيش مجنون هيقولها استسلم حتى المجنون مشاو الله حتى المجنون سياسير مشاو الله ولا يجرؤ ان يقولها ولا هي تجرؤ تستسلم تستهبل بعد كل اللي عملته ده وهتستسلم تبقى نصيبها صوت انما التنازل في المفاوضات يعني اللي بتاع المرحلة الاولى ان اجل على المرحلة التانية مفاوضات تنازلات عادية يعني محرفة التنازل توم من طبيض السجون الاسرائيلية الى 1500 بس يعني بعد ما كان 6000 بقى 1500 فإيه يعني انهي الحجج الاسرائيلية علشان خطر ايه ده المطلب العرب اللي بيقولوا بالمناسبة مصرية والقطريين اللي بيقولوا الحماد عشان ندمر حجج اسرائيل وعشان ننقذ الدم الفلسطيني فأظن ان ايران يعني مش معجبة بان احنا ننقذ الدم الفلسطيني وأظن ان المخطط بانه مصر تخش ده مخطط هم خارسين عليه اكتر من افراج على اسرة اكتر من انقاذ الشعب الفلسطيني اكتر من الاضاف الفلسطيني اسبالهم والحلم الكبير لليمين الاسرائيلي والطيار الاسلام الاخوانجي والحمسوي ومن لف الفو يبقى الامر كله انه مصر وحدها هي صاحبة قرار السلم والحرب ومصر وحدها التي تقرر بقرارها هو بامرها هو باختيارها بارادتها الحرة الكاملة الوطنية ما يعني يدافع عن مصر قرار الذي يحقق مصالح مصر ويدافع عن السيادة الوطنية المصرية القرار الذي تتخذه الدولة المصرية ويؤيده فيها وتؤيدها كل جموع الشعب المصري كل المواطنين ونتحمل ساعتها بقى كل دعاة الخرب حين اذان الحرب نتحمل انه احنا بقى في اقتصاد خرب حتى كده يعني يجب على المصريين ان يدعو الله سبحانه وتعالى ان يلهم هؤلاء الارهابيين في كل مكان في العالم التوقف على الارهاب ثم ان يدعو الحمساويين وحماس انها تدافع عن الشعب الفلسطيني بوقف نزيف دمه ويدعو ان الدولة المصرية يعني تصر وتصمم على ثباتها الانفعالي وعلى قرارها الوطني وعلى القدرة العظيمة على مساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عن السيادة الوطنية المصرية بعد فصل نلتقي